السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلامنا لعباده الذين اصطفى ولاسي مع عبده ورسوله المصطفى ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام يتجدد اللقاء بحضراتكم مع هذا البرنامج الماتع طاقة نور لنستخرج شعاع نور جديد نستلهم به ضوءا يضيء وينير حياتنا وقلوبنا أيها الأحبة الكرام ما أحلى وأجمل أن يكون الكلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا النبي عظيم سيدنا النبي له مكانة عند الرب وعند العبد الله جل وعلا نادى كل الأنبياء في القرآن بأسمائهم المجردة فقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة قال جل وعلا يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك قال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال جل وعلا يا إبراهيم قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال جل وعلا مع كل الأنبياء بأسمائهم ولما نادى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهم قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فلا يعرف مكانة النبي إلا الرب العلي إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانته عند الله وعند الملائكة وعند النبيين والمرسلين مكانة عظمى وقد أقر النبي بذلك في حديث صحيح رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست ست خصال فضل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة وختم بي النبيون وأرسلت إلى الناس كافة صلى الله على النبي محمد تخيل بقى أن سيدنا النبي بيتحدث عن مناقبه وآثاره وفضائله التي فضل بها على كل الخلق حتى النبيين سيدنا النبي أعطاه الله جوامع الكلم جوامع الكلم قال الإمام ابن حجر أنها هي الفضل في الكلام الذي يصل إلى القلوب بدون كثرة فسيدنا النبي كان لا يتكلم إلا بالقرآن والسنة فيتكلم كلمات قليلة المبنى كثيرة المعنى قليلة المبنى عظيمة المعنى سيدنا النبي كان ممكن يخطب خطبة تلت دقائق ولكن فيها من الفضائل والكلمات والخير ما يكفي ساعتين كان صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم الكلمة يخترق بها الآذان والقلوب والعقول صلى الله عليه وآله وسلم الله جل وعلا قذف الرعب في قلوب أعدائه قال ربنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا إذن سيدنا النبي لما كان بس حد من المشركين يسمع أن النبي جاي هو وأصحابه كان يترعب على مسيرة شهر قبل ما الغزوة تقوم بشهر صلى الله عليه وسلم وأحلت الغنائم للنبي لأنها كانت قبل النبي محرمة على الأنبياء فأحل الله جل وعلا للنبي أن يأخذ من الغنائم التي اغتنمها من الكفر والكافرين وجعلت الأرض مسجدا وطهورة يعني المعنى ده وإن كان صغير في كلماته ولكنه كبير في معناه أنت ممكن حضرتك وانت ماشي في الصحراء في الشارع على الأسفل على الرمل على الطين في أي مكان حتى لو أنت راكب طيارة أو سيارة أو أي شيء طالما أنت على وضوء يجوز لك أن تصلي ليه؟ عشان سيدنا النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة وقال الله جل وعلا فأينما تكون فثم وجه الله ولكن هنا تنبيه سيدنا النبي حذرنا من حاجة صغيرة جدا في حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ولما سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل نصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم صلوا فيها فإنها بركة وسئل هل نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا فإنها من الشياطين لأن الإبل كثيرة الحركة فربما تخرجك عن تركيزك في الصلاة فليس أي مكان تصلي فيه نعم الأرض مسجدا وطهورة ولكن تتحرى مكانا نظيفا طاهرا طيبا حتى الوضوء أحل الله جل وعلا لأهل الإسلام أن يتهمموا بالطراب فالطراب طهور يطهر الإنسان حين يمتنع الماء عن الإنسان فيمكن أن يتهمم ثم يصلي كانت هذه من أحدى فضائل النبي وأمته صلى الله عليه وآله وسلم كان الأنبياء يرسلون إلى أمتهم وأقوامهم وأنصارهم خاصة وسيدنا محمد أرسل لكل العالمين قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الصحابة كان هناك حجر في مكة نعرفه كلما مر عليه النبي محمد يسلم عليه ويرد النبي عليه السلام الحجر سبح بين يدي النبي محمد فالنبي أرسل للخلق كافة وهو شفيع الأمم يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي وسيدنا محمد يقول أمتي أمتي فاللهم ابعثه في مقام محمود وشفعه فينا واجعلنا ممن يرد حوضه ويشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا أقول ما تسمعون وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون ألقاكم على خير وحبكم في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته